السلام عليكم أنك تصنع جهاز ألعاب قوي شيء ممتاز لكن التاريخ أثبت أن هذا مش سبب كافي أو يضمن لك أنك تنتصر على منافسيك في النهاية الألعاب هي الأساس وهي المقياس اللي يبني عليه الناس حصولهم على جهاز من عدمه وكثير من الألعاب زي ما نعرف تصدر على جميع الأجهزة لذلك الفارق الحقيقي يصنع بالحصريات وهي الألعاب اللي تملك أسماءها كل من سوني ومايكروسوفت وتصدرها بشكل حصري على جهزتها لذلك اليوم بنقدم معركة من نوع خاص معركة تتكلم عن الألعاب الحصرية اللي تملكها كل شركة في كل نوع أو صنف من الألعاب ونشوف مين يملك الأسلحة الأقوى لكسب الجمهور والتغلب على منافسيه في حرب الأجهزة القوية للجيل القادم بلاستيشن 5 ضد إكس بوكس سيريوس إكس نبدأ مقارنتنا بتصنيف مهم جدا وهو المغامرة والأكشن نتكلم عن مايكروسوفت أول الشركة تاريخيا ضعيفة جدا في هذا الصنف من الألعاب من الألعاب اللي نعرفها منهم سلسلة كراكداون وأيضا State of Decay للأسف كل السلسلتين ما يحصلون على الثناء الكبير من النقاط ولا حققوا نجاحات تجارية ضخمة مؤخرا الشركة بدأت تتحاول تقدم ألعاب جديدة في هذا الصنف وشفنا لعبة Sea of Thieves من المطور الشهير Rare أو إعلانها للعبة قتال الشوارع الكلاسيكية Battletoads اللي عادت وكشفت مؤخرا وبتصدر فيه وقت لاحق ما ننسى أن مايكروسوفت تستوعب ضعفها في هذا الصنف لذلك استحوذت مؤخرا على فريق تطوير لعبة We Happy Few وأيضا ما ننسى استحواذهم على لعبة Minecraft الشهيرة رغم أنها تصدر لكل الأجهزة حاليا لكن كل شي جائز مستقبلا يمكن أهم إضافة لشركة مايكروسوفت من بين الاستحواذات الحديثة هي لعبة Hellblade Statsuna Sacrifice واللي تعتبر من أول الإعلانات لجهاز Xbox Series X ومن الفريق المعروف Ninja Theory اللي صارت تملكها مايكروسوفت ويمكن يكون ضلتها في تصنيف ألعاب الأكشن والمغامرات بس لما ننتقل للطرف المقابل ونشوف كتيبة سوني في تصنيف الأكشن والمغامرة هنا نستوعب أن شركة مايكروسوفت فعلا في مأزق كبير في البداية عندنا ستوديو نوتي دوغ العملاق ولعبتين من العيار الثقيل هم Uncharted و The Last of Us وعندنا فريق انسومنياك اللي عنده لعبة الأبطال الخارقين سبايدر مان ثم عندنا ستوديو ساكر بانش ولعبة الساموراي القادمة Ghost of Tsushima وعندنا لعبة الزومبي Days Gone وعندنا لعبة سانتا مونيكا المعروفة God of War أسماء قوية جدا ذات نجاحات فنية وتجارية يضرب بها المثل في تصنيف الأكشن والمغامرات جولة تنتصر فيها سوني بسهولة الآن ننتقل للجولة التالية وهي ألعاب التصويب نبدأ بسوني واللي عانت طويلا في هذا التصنيف كان عندها لعبة Killzone اللي ما حققت لسوني النجاح الفني والتجاري اللي هي تطمح له وفريق التطوير حقها تركها وركز على نوع ثاني من الألعاب بنتكلم عنها بعدين وكان عند سوني لعبة سابقة آخر مرة شفناها في جيل بلاي ستيشن 3 وهي لعبة Resistance هالسلسلة للأسف أصوحت منسية ومتوقفة حاليا لذلك نقدر نقول أن سوني خاملة في صدف التصويب وما عندها أي شي جديد في الأوفق له في المقابل مايكروسوفت في وضع مغير تماما مؤخرا أصدرت الشركة لعبة Gears 5 واللي حصدت ثناء كبير وشي جدا منطقي أن العمل للجزء السادس بيبدأ في أي لحظة عشان جهاز مايكروسوفت القادم وما ننسى لعبة الأطلاق للجهاز مايكروسوفت الجديد وهي Halo Infinite السلسلة تعد أحد الأفضل في التاريخ في هذا التصنيف ومن أكثر الألعاب المنتظرة هذه السنة مايكروسوفت أيضا تملك اسم تجاري إضافي وهو Perfect Dark بس آخر مرة شفناها كان من زمن طويل وما نعتقد أنها لا زالت تملك بريقها المعتاد رغم ذلك هذه الجولة الانتصار فيها بيكون المايكروسوفت اللي تملك أسماء قوية ونشطة وجاهزة للإطلاق في هذا التصنيف الآن ننتقل لتصنيف ثاني وهو البلادفورم هذا التصنيف اتألقت فيه سوني تاريخيا من ألعابها اللي تألقت خلال السنوات الأخيرة سلسلة Little Big Planet وأيضا سلسلة Ratchet & Clank ومطوري السلسلتين قادرين على إصدار أجزاء جديدة لهم في أي لحظة وهالشي بعزز مكتبة سوني في تصنيف البلادفورم من باب الذكر سوني عندها أيضا لعبة جاكن داكستر للأسف تعتبر سلسلة منسية وآخر إزداءها الفعلية على جهاز PlayStation 2 وصدر لها collection فقط مؤخرا ونستبعد عودة السلسلة في أي وقت قريب في الجهة المقابلة نشوف أن مايكروسوفت خاملة جدا في هذا التصنيف بل تكاد تكون ميتة الشركة عندها أسمين قويين في هذا التصنيف هم بانجو وكونكر وحصلت عليهم الشركة لما استحوذت على فريق التطوير ريل لكن من يومها ما نزل أي إصدارات جديدة لهم تذكر غير ريميك للعبة كونكر ولعبة جانبية البانجو رغم أن الجماهير الطالب كثير بعودة السلسلتين لكن مايكروسوفت تحاول تتوسع أكثر هنا بحيث أنها استحوذت مؤخرا على مطوري لعبة سايكوناتس اللي أكيد بتكون إضافة قوية للشركة خصوصا مع نجاحاتها الفنية السابقة لكن في هذه الجولة الفوز بيكون لسوني لأنها جاهزة بشكل أكبر وسلاسلها نشطة الآن ننتقل لتصنيف الرياضة والسبقات في البداية عندنا مايكروسوفت اللي سهل علينا نحصي ألعابها في هذا التصنيف وهي فورزا هورايزن وفورزا موتر سبورت أسماء قليلة لكن أوزان ثقيلة نتكلم عن أفضل ألعاب السبقات والسيارات الموجودة حاليا بدون منازع ومن أنجح ألعاب مايكروسوفت عن مستوى الفني والتجاري في الجهة الثانية سوني أيضا عندها لعبة سيارات كبيرة وهي جران توريزمو لكن اللعبة مع السنوات الطويلة تراجعت فنيا وما واكبت التطورات الحديثة وسوني عندها أيضا لعبة البيسبول MLB The Show لكن للأسف شعبيتها منحصرها بشكل كبير في قارة أمريكا الشمالية أخيرا عندنا لعبة Let's Golf وهي لعبة غولف برسوم كرتونية اشتهرت سوني بإصدارها خصوصا في اليابان من ناحية الإصدارات الرياضية نقدر نقول أن الفايس هو مايكروسوفت خصوصا بأخذ النجاح التجاري والفني بالحسبان الآن ننتقل لتصنيف تمثيل الأدوار في هذا التصنيف سوني بدأت مؤخرا بالتألق بإصدار ألعاب جديدة لقت نجاح تجاري كبير وفني أيضا نتكلم عن أشياء مثل Bloodborne اللي نزلت في 2015 وإيضا لعبة Horizon Zero Dawn اللي طورها ستوديو غوريلا في هولندا لعبة قوية وحديثة مما يضع سوني في موقع ممتاز من ناحية هذا التصنيف في المقابل نشوف أن مايكروسوفت كان لها تواجد تاريخي في هذا التصنيف وكان هذا عبر لعبة Fable الشهيرة آخر أجزاء اللعبة ألغي بشكل مفاجئ وما سمعنا عنها شيء من يومها لكن حاليا أخبار قوية ظهرت بأنها بتكون أحد ألعاب مايكروسوفت في مؤتمر يوليو القادم لجهازها الجديد خلاف ذلك الشركة جالسة تتوسع بشكل كبير حاليا في تصنيف ألعاب الرول بلاينج أو الار بي جي استحوذت مؤخرا على فريق ماينكرافت خلها تكسب لعبة جديدة وهي ماينكرافت دانجون لكن الإضافة الأقوى هي الاستحواذ على ستوديو تطوير لعبة The Outer Worlds لعبة تمثيل الأدوار اللي لاقت استحسان كبير وقارنها العديد من اللاعبين بسلسلة Fallout يمكن هذا التصنيف هو الأصعب بالتقييم لذلك بنقول أن مايكروسوفت و سوني متعدلين في هذه الجولة الآن بندخل في تصنيفات مميزة جدا ونشوف كيف كل شركة تأدي فيها الأول هو تصنيف التخطيط وهنا للأسف ما في اللعبة واحدة وهي Age of Empires صحيح أن مايكروسوفت هي من تملكها لكن أغلب إصداراتها في البي سي واصلا تتحكم فيها بالماوس والكيبورد بشكل رئيسي يمكن فقط نسخة Definitive صدرت مؤخرا لإكس بوكس فهل في مجال لرؤية جزء جديد مستقبلا لها ويكون لها أصدار يوم أول على الإكس بوكس الجديد ما ندري وعموما سوني ما عندها أي لعبة في هذا التصنيف لذلك بنعتبر انصصار لمايكروسوفت ولو أنه مش ذو قيمة كبيرة لضعفها التصنيف في الأجهزة المنزلية بكل حال الآن ننتقل إلى تصنيف المحاكات بعد انقطاع طويل أعلنت مايكروسوفت عن عودة لعبتها الشهيرة Flight Simulator بجزء جديد وهالمرة مش فقط بشيط طريقة للبي سي لكن بيصدر أيضا لجهاز إكس بوكس اللعبة تعتبر من أقوى ألعاب المحاكات تاريخيا وبهذا التصنيف نعطي الفوز بالجولة لمايكروسوفت بحيث سوني ما تملك أي لعبة في المقابل الآن نختم مع تصنيف ألعاب القتال كل الشركتين ما يملكون إلا لعبة واحدة في هذا التصنيف مايكروسوفت تملك Killer Instinct واللي عادت مؤخرا بعد انقطاع طويل لما صدرت على جهاز إكس بوكس وون في بداية عمره أما سوني عندها لعبة PlayStation All Star اللي حاولت عبرها الشركة صناعة نسختها الخاصة من لعبة سور سماش لكن النتائج ما كانت بالشكل المطلوب بشكل عام هذا التصنيف نقطة ضعف للشركتين ونقدر نقول أنهم متعدلين في هذه الجولة في شيء مهم لازم نقوله قبل ما نختم الفيديو سوني مايكروسوفت لحد الآن ما نكشفوا كل أسلحتهم والشركتين ممكن يكونون مجازين أسماء جديدة ما نعرف عنها للآن وفي استوديوات جديدة بالكامل مثل استوديو إنيشيتف اللي ما نعرف للآن إيش اللعبة اللي بقدمها لأنه تأسس حديثا لذلك المعركة بتتجدد قريب فهليكم معنا أعطونا لايك على الفيديو إذا أعجبكم اشتركوا في قناتنا عشان تعرفون كل شيء جديد عن بلين سيشن 5 وإكس بوك سيريوس X مع السلامة